اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متقلدين تاج الفخر ونتوج كل من جد واشتهد بفرحة النجاح بعد اعوام تضافرت فيها الجهود وها نحن نلتقي بكم في حفل تخريج الدفعة الرابعة من حملت شهادة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في التعليم العالي حضورنا الكريم نعطل أجواء هذا الحفل بذكر الله وقراءة آياته البينات خير استهلال لبدء فقرات برنامج الاحتفال فمع تلاوة عطيرة يرتلها على أسمعنا الطالب عمر رب سليمان الرواحي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك طالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم أيها الحضور الأعزاء ها هي كلية الخليج اليوم ترفض مسيرة التعليم والتدريب المباركة في السلطنة مستضيئة برؤية قائدها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظ الله ورحمه وهو يبحر بعمان نحو مرافق الخير والفضيلة ويقودها إلى مراق المجد والسؤدد ويتقدم بها إلى مجتمع المعرفة لقد أضحت الكلية نجما متلألئا في سماء العلم والتعليم في عمان العزيزة نجما يغذي سوق العمل بنتاجات العلم والمعرفة والمهارة أما الآن فمع كلمة كلية الخليج ويقدمها عميد الكلية البروفيسور تقل عبدواني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الميامين أصحاب السمو سعادة الدكتور عبدالله الصامي وكيل وزارة التعليم العالي راعي حفلنا أصحاب السعادة الحضور بروفيسور مايكل جاند رئيس جامعة ستافرشة البريطانية الدكتور عيسى بن سبيل البلوشي رئيس الكلية زملاء أعضاء الهيات الأكارمية والفنية والإدارية أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواء سرورنا وغبطتنا تشريفكم لنا بالحضور في هذه الأمسية المباركة بالإصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة كلية الخليج ومجلس الطلاب يسرني أن أحييكم في هذا اليوم الذي نفتتح فيه احتفالات كلية الخليج بتخريج كوكبة جديدة من الشباب الواعد والذي نحتفل بهم في هذا المساء نودع اليوم نخبة طيبة من فرسان كلية الخليج الذين تلقوا في رحابها في شيء الكثير فأسهمت الكلية في سقل وتنمية محاراتهم زملائي أخواني أيها الخريجين اليوم هو يومكم فهنيئا لكم والإذويكم وأساتذاتكم نجاحكم هذا وحفظ الله مسيرة التعليم العالي فرصان كلية الخليج إن اغتنام الفرصة بعد التخرج في ظل المتغيرات العالمية يعتمد على جاهزيتكم لاغتنام فرص التوظيف فهذه فرصتكم لإثبات وتنمية المهارات واكتسام المهارات وتطبيق المهارات التي اكتسبتموها في كلية الخليج إننا في هذا الاحتفال من كل عام نقف فخورين بشراقة جديدة في سماء وطننا الغالي متباهين بأبنائنا وتغمرنا فرحة السرور لتخريج دفعة جديدة من الخرجين للمشاركة في التنمية عجلة التنمية في هذا الوطن المعطاء تحت ظل القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان القارج السحلي المعظم أيها الحمد الكريم في هذا اليوم المبارك أود أن أأكد لكم إن كلية الخليج أخذت على عاطتها مسؤولية الاهتمام بمسيرة التعليم العالي وضمان جودتها من حيث دائم طلبتها اختيار البرامج تجديد المناهج وضع خطط حديثة المساهمة في البحوث المساندة في التنمية والصناعة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات التقنية أريد التأكيد على تكريم أريد التأكيد على أن تكريم المتفوقين والمدعين من طلاب كلية الخليج هو من ضمن أولوياتنا في السنة الماضية أكرمنا الطلاب الثنينة لتكمل الدراسة كم الماجستير وفي هذه السنة إن شاء الله هناك فرصة لأربعة طلبة لتكمل الدراسة كم الماجستير على حساب كلية الخليج وجامعة استفرشة البريطانية تبدو كليتنا اليوم أكثر ثباتا على موقع الخارطة التعليمية الجامعية على مستوى العالم فعداد الطلبة في تزايد وفق الخطة الموضوعة لاستعاب أمكانيات الكلية عدد الكادر التدريسي في استياد المستمر الحرم الجامعي الجديد للكلية سوف يشمخ قريبا بإنه تعالى في المعبيلة الجنوبية بمحافظة مصر وفي هذا السياق نؤكد أن الإنجازات التي حققتها كلية الخليج هي ثمار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات التعليم العالية الخاصة في سلطنة عمان والجهات الحكومية المشرفة على هذه الشراكة ومنها على سبيل الحصب وليس الذكر مجلس التعليم العالي وزارة التعليم العالي مجلس البحث العلمي والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وبطبيعة الحال فإن الإنجازات الشركة في القطاعين العام والخاص وفي هذا المقام أشكر كل من ساهم مع كلية الخليج لدعم الطلبة وتوفير لهم فرص التعليم العالي وتواصلهم الدائم مع إدارة الكلية وأخص بالشكر معالي الدكتورة الراوية من سعود المساعدي وزيرة التعليم العالي وسعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي في ختام كلمتي أود أن أشكر سعادة رأي حفلنا وأصحاب السعادة أصحاب السمو وضيوف الكرام على تشريفهم لنا بالحضور وأخص بالشكر كل من ساهم في العداد والتحضير لهذا الحفل كما نبارك لذوي الخرجين في هذه الفرحة وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم في ظل راعي مسيرتنا مولانا حضر الصاحب الجلالة السلطان قابل مسعي المعظم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله نشكر عميد كلية الخليج على كلمته سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي راعي حفلنا الحضور الكريم منذ تأسيس كلية الخليج وهي مستمرة في تحقيق الإنجازات وماضية في إضافة المزيد من المكتسبات لتكون رافدا للمسيرة العلمية والحضارية فالكلية لم تتوسع فقط لاستيعاب أعداد الطلبة بل رافق ذلك التنوع في البرامج والتخصصات الدراسية من خلال الارتباط الأكاديمي الوثيق مع جامعة ستافورد شير البريطانية وذلك لتوفير تشكيلة واسعة من برامج التدريس الجامع الأولى والدراسات العليا أما الآن فمع كلمة جامعة ستافورد شير البريطانية يلقيها البروفيسور مايكل غن رئيس جامعة ستافورد شير البريطانية م music playing in the Sultanate of Oman to celebrate the fourth graduation at Gulf College of students who have completed Staffordshire University Awards. Graduation is a very visual sign of why we work in our University and college. We are here to support students in their learning so that you can achieve your ambitions by obtaining a degree or diploma thereby acquiring intellectual, personal and employability skills and taking the first steps to fulfilling your potential and having a satisfying career. It is therefore with great pride and pleasure that we will see you all cross this stage to receive your awards and the applause of the audience. The awards you are about to receive are of real need for the future of our economies and societies. You will make a real contribution to the future success of Oman and our world. Growing new and old economies all need the skills, ambition, knowledge and determination that you will all have. Business skills are the engine room skills of all economic success and computing is at the forefront of all economic development now and in the future. Witness my speech. At Staffordshire University we truly value partnerships. We believe that working together ensures that each one of us can thereby be more successful. For us, this is as true of the way we work as a university with all staff as it is with our partners such as Gulf College Oman. The benefits of working together in an open, honest and transparent manner where the contribution of each person or organisation is recognised and valued is a healthy way of working in our interconnected and fast-moving world. Our contribution and our collaboration with Gulf College has grown since we first commenced in 2003. It works because we have collaborated closely together and supported each other's development developed a shared understanding of what we want to achieve and been able to grow together. We at the university commit ourselves to continuing to work together to the benefit of our organisations our students now and of the future and of Oman. The evidence of our success is not only seen in you, the graduates, here today but also in the recent report of the Oman Academic Accreditation Authority that commends the relationship between the college and the university. Class of 2012 I know you will all have worked incredibly hard often found things challenging and difficult and sometimes wondered why you were putting yourself through it. However, now you have completed the programme and succeeded. You have achieved that with the support of the academic and professional staff at Gulf College and Staffordshire University with the support of your fellow students and with the backing and full support of your family and friends. Today is the time to use two of the most powerful words of the English language or any language or one word in Arabic and that is to say to those who have helped and supported you thank you or shukran. Graduates You have now acquired a qualification of international standing You have acquired significant skills and you are in a really good position to begin or continue your career. I know that the approach of Gulf College will have set you up well for your futures. Graduates Savour that word Reflect on what you have achieved with pride and a sense of real ambition and look forward to your future with excitement. Graduating class of 2012 I salute you. Shukran. Thank you, Professor Michael Gunn for your speech. Chaflana al-bahic. Maha'ahtalba'tu fee kuliya'ti al-khalij fee rehnate kifahin ya'hdooha al-aznu wal-amal. Wa haa humu